نقلت شبكة CNN Turk عن مصادر تركية أن الاجتماع المرتقب بين الجانبين العراقي والتركي سينقشان خطة القضاء على حزب العمال وتحيده بالمنطقة وذكرت شبكة أن الجانبين سيركزني في الاجتماع على إعداد مذكرة تفاهم من 25 مادة تتضمن التخطيط لكيفية القضاء على تهديد حزب العمال الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا وأعلنته بغداد تنظيما محظورا على أراضيها وأنه سيتم خلال اجتماع أنقرة الاتفاق على تفاصيل العملية العسكرية المشتركة ضد حزب العمال مع العراق هذا وكشفت المصادر عن أن الجانبين التركي والعراقي يخططان لإخراج التنظيم أي العمال من المنطقة التي يوجد بها فيه وتحيده وستكون الأولوية لنقاط التفتيش في مناطق قنديل وسنجار ومخمور وسليمانية وغرى الخاضعة لسيطرة العمال ترجمة نانسي قنقر